ونعود إلى مراسلتنا دارين الحلوة دارين يعني في بداية هذه الجلسة كان ذكر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن أن هناك سيكون جلسات متتالية يعني في حال عدم اقتراع أو عدم توافق على اسم في خلال هذه الجلسة متى ستكون الجلسة المقبلة هذا أمر رهن بقرار رئيس مجلس النواب نبيه بري وكما بدى واضح خلال مستهل الجلسة كان هناك سجال دستوري حول تفسير المواد المتعلقة بأن يتحول المجلس النيابي في الأيام العشرة الأخيرة من ولاية رئيس الجمهورية إلى هيئة ناخبة هل هذا يعني أن النواب بإمكانهم الدخول في أي وقت من دون دعوة رئيس المجلس النيابي وعقد جلسة الانتخاب الرئيس أم أنها مربوطة بدعوة رئيس مجلس النواب وأن كان الأمور واضحة بأن بري سيحتفظ بهذا الأمر لنفسه حتى يكون هو من يقرر وقت وتاريخ وموعد إنعقاد الجلسة لأن الجميع يعلم أنه أحد أطراف اللعبة السياسية الأساسيين بالتالي لا يمكن أن يترك الأمور مفتوحة بهذا الشكل وأن يكون الأمر رهن بقرار النواب إن كانوا قادرين أو عازمين أو متفقين على تأمين نصاب دستوري لإنعقاد جلسة بإمكانهم أن يدخلوا وتعقد الجلسة بحضور الرئيس أو النائب الأكبر سنة طبعا لن يقبل بري بهذا الأمر وسيربط أو سينهي جلسة اليوم بتحديد موعد لشك أنه سيحدد موعدا جديدا لإنعقاد جلسة انتخاب بجلس نواب يتوقع بأن تكون مطلع الأسبوع المقبل في حال لم تطرق أي تطورات غير معلنة بالمشاورات السياسية مع الكتل السياسية الكبرى التي تقرر من هو رئيس الجمهورية لكن اليوم المجلس النيابي هو عبارة عن فوسيفساء سياسية من الصعب بمكان أن يتم ترك الأمور للمسار الديمقراطي وانتخاب رئيس الجمهورية بناء على التوازنات السياسية ليس هناك من طرف اليوم يملك أكثرية أو أقلية داخل مجلس النواب الأمور ليست بهذا الوضوح وبالتالي هي بحاجة دائما للمشاورات كما ذكرنا داخل الغرف المغلقة ومن المؤكد أن تبخت رئاسة الجمهورية لم تنضج بعد كما ذكرنا المرشحون المعلنون وغير المعلنين منهم ما زالوا قيد البحث وحتى أنه يتم استحضار أسماء من خارج الأسماء التي تحدثنا عنها وطرحت ويجري التدول بها لحظة انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان لم تحن بعد